بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من أفين ثم قضى أجل وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله بالسماوات وفي الأرض يعلم سركم وجاركم ويعلم ما تقسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستغزئون ألم يروا كم أغلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مذرارا واجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأغلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا فيك رقاص فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا له لا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لك لي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستغزئون قل سيروا في الأمر ثم انظروا كيف كان عاكبة المكذبين قل لمن ما بالسماوات والأرض قل لله تتبعنا نفسه الرحمة ليجبعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أن تخذ وليا يفادر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمنت أن نكون أول من نسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن أصيت ربي على بيوم عظيم من يسرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بذر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوهي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بله أئنكم لتشهدون أن مع الله آلية أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعارفونه كما يعارفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفله الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرقوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فثنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل علىهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليه واجعلنا على قلوبهم مكنة أن يفطهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وكفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو رجوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وكفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تذكرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرتنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خيه للذين يتقون أفلا تعكمون قد نعلم إنه ليحسنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فاصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصما ولا مبدن لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك عرادهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو صلما بالسماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه ينجعون وقالوا لولا نسل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير في جناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا ثم وبكموا بالظلمات من يشع الله يذلله ومن يشع يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم منتاكم عذاب الله أو تسكم الساعة أغير الله تدعون أغير الله تدعون إن كنتم صارفين بل إياه تدعون فيقشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولكن قصت قلوبهم ولكن قصت قلوبهم وزيل لهم الشيطان ما كانوا يعملون ولما نسوا ما ذكروا به فطحنا عليهم مبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بكتة وإذا هم مبلسون فاكتع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم واختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن تاكم عذاب الله بكتة أو جغرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين وموذرين فمن آمن وعص له فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا لا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الضيب ولا أعلم الضيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبر إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي العمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخابون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتكون ولا تطر للذين يدعون ربهم بالغناة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعدهم ببعاد ليقولوا أهؤلاء من الله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وعصلح فأنه بفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبئ وهواءكم قد رللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبت به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لكن يلأموا بيني وبينكم والله عالم بالظالمين وعنده مفاته الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبح وما تسكت من ورقة إلا يعلمها ولا حبة ولا حبة في ظلمات أغل ولا رطب ولا يابس إلا بكتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الهكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البرن والبحر تجعونه تضوعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا منها فوقكم أو منها تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعدكم بأس بع انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رؤيت الذين يخوضون في آياتنا فعارض عليهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتكون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتكون وذر الذين اتخذوا دينهم عبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفي وإن تعرض كل عدل لا يأخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يقفرون قل لندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ غدان الله كالذي استهوثه الشياطين في الأرض حيران له أصحاب له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن نكيموا الصلاة واتقوا وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ بالصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ظلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموكنين فلما جن عليه الليل رأى قوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر باسغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكون من القوم الظلين فلما رأى الشمس باسغا قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يعقوا بإني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرى حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني بالله وقد هدى أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسي ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشرطم ولا تخافون أنكم أشرطم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بذلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك هجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع لرجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب قل أن هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسنيمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ونوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وعديناهم إلى صراط مستقيم ذلك أولى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتره كلا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكران العالمين وما قرروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبنونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم درهم في خودهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوهي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إلي الظالمون في ظهرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجسون عذابا لون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا برادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ذهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم منهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالك الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفكون فالكل إصباح واجعل الليل سكنا والشمس والقبر هسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتنوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خدرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخر من عطلعها كنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والسيطون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إلى أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون واجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات مغير عنه سبحانه وتعالى عما يصفون بريغ السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ودجاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيه وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوهي إليك من ربك لا إله إلا هو وعارض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيصب الله عدوا وكذلك سينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم رجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمن النبي قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في تهيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء كبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك اجعلنا لكل نبي عدوا شياتين الإنس والجن يوحي يوحي بعدهم إلى بعد يزخرف القول قرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصدى إليه أفئلة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليردوا وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمس كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدن لكلماته وهو السميع العليم وإن يتطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخففون إن ربك هو عالم من يدل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تعكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليدلون بأهوائهم بغيع إن ربك هو عالم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يقسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تعكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن نطعتموهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحييناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس وكذلك من مثله بالظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعبرون وكذلك جعلنا في كل قرية نكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله عالم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله عذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يدله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لكوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعبرون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكسرت من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمطع بعدنا ببعد وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواك مخالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يقسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم إنكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم ماذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرسهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مملك القرى بظلم وأهمها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخرف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعلون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم عملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاكبة الدار إنه لا يفله الظالمون واجعلوا لله مما درأ من الحرة والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعبهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قسم أولادهم شركاؤهم ليردوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وهرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعبهم إلا من نشاء بزعبهم وأنعام حرم الظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله علي افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكوننا ومحرم على أسواجنا وإن يكن ميتة فهم به شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفاء بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشى جنات معروشات وغير معروشات والنخر والزرع مختلفا أكلوا والزيتون والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه قلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاره ولا تصرفوا إنه لا يحب المصرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا قلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أسواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرما بالأنسيين أم اشتملت عليه أرحام الأنسيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبن اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرما بالأنسيين أم اشتملت عليه أرحام الأنسيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليدل الناس بغير عز إن الله لا يهد القوم الظالمين قل لا أجل بي ما أوهي إلي محرما على طعم يطعمه على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دما مسروحاً أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به فمن يضطر غير باكر ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هانوا حرمنا كل ذي ظفن ومن البقر والغنب حرمنا عليهم شومهما إلا ما حمل الظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بأرض ذلك جزيناهم ببكيهم وإنا لصالكون فإن كذبوك فقل ربكم رحمة واسعة ولا يرد باس عن القوم المجرمين سيقول الذين أشرقوا لو شاء الله ما أشرقنا ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك جلب الذين من قبلهم حتى داكوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوننا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تقرفون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم مجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أسل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقصة لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا كنبا وبأهد الله أوبوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتكون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن براستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهلا منهم وقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصلف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينذرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعد آيات ربك يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنس من قبل أو كسبس في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما عمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ومن جاء بالسيّة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا كيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبهي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نس إلا عليها ولا تزن وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريغ اللقاب وإنه لغفور رحيم